الى اخبار محترفين اجدد دولي الجزائري نبيل بن طالب صارت امس عقده مع ناديه توتنهام الانجليزي لخمس مواسم ليستمر الى سنة 2020 وذلك في مراصيم التوقيع التي نشطها بمعية الارجنتيني موريسيو بوتشينيو مدرب النادي الانجليزي وادى بن طالب سعادته بالاستمرار مع النادي الذي برز معه في الموسمين المنقذيين من الواضح اني سعيد جدا بتجديد التزام مع النادي الى غاية 2020 هو تحفيز جيد بالنسبة لي فقد عملت جاهدا للطفر بعقد جديد كهذا وانا مسرور جدا كانت طريقا طويلة منذ اول مباراة لي قبل 18 شهرا شهدت اشياء جيدة وبعض الخيابات ولكن المهم هي اني تعلمت كثيرا وامل مواصلة التطور خاصة ان النادي يمنحني الثقة واشكرهم كثيرا على ذلك بن طالب عاد الى الفايدة الكبيرة التي جناها من مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس افريقيا او حتى في المونديال مؤكدا انه يطمح لتحقيق المسيط عند عيش تجربة كالتي عشتها لا تدرك معنى ذلك في حينها فعندما يتذكرك الناس في فصل الصيف عند لعب كأس العالمي او كأس افريقيا مثلا عندها تأخذ نفسا لتفكر بما حققته لاني دائما ارغب في تحقيق المزيد ولا اهتم بالماضي هكذا هي نظرتي للحياة تجربة مستعدها وكذلك كيف أرى